اشتركوا في القناة السؤال بيقول ده علامة صح او علامة خطأ السؤال الاول بيقول من اختصاصات مجلس الشورى مناقشة الخطة العامة للتنمية من اختصاصات مجلس الشورى مناقشة الخطة العامة للتنمية الاجابة هنا ايه شباب ايه صح الاجابة فعلا ده من اختصاصات مجلس الشورى طيب يتخذ مجلس الشورى من مدينة جدة مقارن له الاجابة ايه خطأ لانها مدينة الرياض طيب عدد اعضاء مجلس الشورى 130 عضو الاجابة هنا خطأ هما الكام يا شباب 150 عضو طيب السؤال الثاني بيقول كيف تعقد جلسات مجلس الشورى مجلس الشورى بيعقد جلسة عادية كل اسبوعين على الاقل يعقد جلسة كل اسبوعين على الاقل طيب رقم ثلاثة يذكر الطلبة اثنين من اختصاصات الهيئة العامة لمجلس الشورى اختصاصات الهيئة العامة لمجلس الشورى واحد وضع جدول اعمال جلسات المجلس اثنين وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه السؤال الرابع والاخير يذكر الطلبة ثلاثة من اختصاصات مجلس الشورى يعني اذكر اختصاصات مجلس الشورى او عايز هنا ثلاثة رقم واحد دراسة الانظمة واللوائح دراسة الانظمة واللوائح رقم اثنين مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية رقم ثلاثة تفسير ومراجعة الانظمة مراجعة الانظمة بيراجع لايه الانظمة وبكده يا شباب نقول يعني عملنا مراجعة بسيطة على الاسئلة درس الايه الخامس في الوحدة الاولى وشكرا وإلى اللقاء في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة